اشتركوا في القناة الى الفترة وجوده في السجن علشان يستفد من وقته وبيعرف الحارس انه كان بيحب يقرأ عن الديناصورات واكتشاف الذات وبعد ما بيخرج ري من بوابة السجن بيحس بالحرية وبيتكلم مع الحارس وبيسأله عن اول حاجة بيعملها الشخص اللي لسه خارج من السجن فبيرد الحارس عليه وبيقوله انه ممكن يعمل شيء غبي لكن ري بيعرفه انه مش هيعمل كده مرة تانية علشان ما يرجعش للسجن تاني واول ما بيخرج من السجن بيجي شخص يقابله اسمه لورو واللي كان شريكه في عمليات سرقة البنوك قبل كده وبيتكلم معاه وبيعرض عن المساعدة وانه يرجع يشتغل معاه تاني لكن ري بيرفض وبيقوله انه تغير وبقى شخص طبيعي وبيطلب منه انه يسوق العربية ولما بينزل لورو من العربية ري بياخدها وبيمشي بيها وبيسيبوا لوحده وبعدها بيروح للبيت اللي هيعد فيه وبيشوف صورة مراته السابقة وبنته وبيفرح لانه اخيرا هيقدر يشوفهم وتاني يوم بيروح يقابل طالقته لين وبيتكلم معاه وبيقولها انه تغير وعايز يرجع يعيش معاهم تاني لكن بترفض وبتطلب منه انه يمشي لكن بيحاول يقناعها انه هيبقى شخص احسن وهيبعد عن كل الافعال السيئة اللي كان بيعملها قبل كده وفي اللحظة دي بترجع بنته سالي من المدرسة وبيلاحظ انها كبرت لان بقاله سنين ما شفاش لكن سالي مش بتفرح بوجوده وبتبقى مش متقبلة فكرة رجوعه وكمان مش بتقبل الهدايا اللي جابها ليها وبتسيبه وتدخل البيت وبيحزن ريه لان عيلته مش متقبلة وبيسيب الهدايا قدام الباب وبيمشي وتاني يوم بيروح لمدرسة سالي وبيحاول يتكلم معاها وبيطلب منها يبدأوا صفحة جديدة لكن بترفض لانها مش بتقدر تسامحوا على اللي عمله وبتقولوا انها هتعتبر ومش موجود زي ما كانت بتعمل قبل كده وبتسيبه وتمشي وفجأة بيسمع ريه صوت ألعبنا ريه وبيلاقي اتنين طلاب بيتخنقوا وبيضربوا بعض وبيروح يتكلم معاهم وبيحل المشكلة بينهم وبتتكلم المعلمة ميلر معاه وبتشكره على مساعدته وبتعرف انه يبقى أبو سالي وبتستغرب لانها أول مرة تشوفه وبتتكلم سالي معاها وبتمثل ان أبوها ما كانش موجود طول الفترة اللي فاتت لانه كان مشغول جدا في شغله وبتعرض ميلر عليه انه يروح معاهم في الرحلة المدرسية ويساعدهم لانهم محتاجين مشرفين وبيوافق ريه انه يروح معاهم علشان يبقى عنده فرصة يقرب من بنته وساعتها سالي بتتدايق وبيحاول يتكلم معاها لكن بتسيبه وتمشي وبالليل بيروح لورو يتكلم مع ريه وبيقوله انه هينسى انه سرق عربيته وبيعرض عليه انه يرجع يشتغل معاه تاني لانه أفضل سائق ومحترف في الهروب وبيعرفوا انه بيخطط لعملية سرقة بنك مع باقي الفريق لكن ريه بيرفض وبيتعصب عليه وبيقوله انه قضى سبع سنين من حياته في السجن وخسر مراته وبنته وتاني يوم بيروح يقابل لين وبيتكلم معاها وبيكتشف انه في حياتها شخص تاني وهي سعيدة معاه وبيتعرفوا انه هي وسالي عاشوا حياة جديدة من غيره لكن ريه بيطلب منها تديله فرصة علشان يقرب من بنته فبتقوله ان سالي كبرت وانها كانت بتعاني من مشاكل بسببه وبتنصحوا انه يتصرف كأب ويثبت انه شخص مسؤول علشان يبقى عنده فرصة يقرب من بنته وساعتها ريه بيقرر ان اول حاجة لازم يعملها هو انه يلاقي وظيفة وبيدور على اي وظيفة يشتغل فيها لكن مش بيلاقي وظيفة نسبه وكمان بيترفض بسبب انه كان مسجون وساعتها بيحس بالاحباط وبيتصل بالدكتورة وبيحكي لها عن المشاكل اللي بيتقابله من ساعة خروجه من السجن وان بنته رفضة تتعامل معاه فبترد عليه وبتعرفه انه كل حاجة هتتحلم على الوقت وكمان المشاكل بتزيد اكتر لما ريه بيلاقي البيت اللي ساكن فيه يتحرق وبيضطر انه يقبل العرض بتاع لورو وبيروح يتكلم معاه وبيقوله انه موافق يشترك معاه في سرقة البنك وتاني يوم بيروح ريه مع لورو وباقي الفريق وهم جولدي ودل وبيستعدوا لسرقة البنك وفي نفس الوقت ده بيكون الطلاب والمدرسين بيستعدوا علشان يبدأوا رحلتهم المدرسية وبيتكلم لورو مع ريه وبيقوله يستنهم في العربية وهم يدخلوا يسرقوا البنك وبعدها يركبوا معاه علشان يهربوا وبتتكلم لين مع بنتها وبتكون قلقان عليها لانها هتروح الرحلة وتبعد عنها لكن سالي بتطمنها وبتعرفها انها هتكون كويسة وبيقتحم الفريق البنك وبيهددوا الموظفين بالاسلحة وبيسرقوا الفلوز وفي الوقت ده بيكون ريه في العربية وبيشوف بنته وهي بتركب الأوتوبيس وبيفتكر ذكرياته معاها لما كانت صغيرة وكانوا قريبين من بعض وبيفتقد لحظاته السعيدة معاها وساعتها بيقرر انه ينسحب من عملية السرق لانه مش مستعد يبعد عن بنته مرة تانية وبينزل من العربية وبيرم المفاتيح في الشارع وبيروح يركب الأوتوبيس مع الطلاب وبينضم ليهم وبتتكلم المعلمة ميلر معاهم وبتعرفهم ان ريه هيبقى مشرف على الرحلة وساعتها سالي بتتدايق من وجوده وبتروح تتكلم معاه وبتطلب منه يخرج من الأوتوبيس لكن بيرفض انه يبعد عنها وفي نفس الوقت ده بتوصل الشرطة فبيخرج الفريق من البنك ولما بيركبوا العربية مش بيلقوا ريه ولا المفاتيح وبيضطروا ينزلوا من العربية وبيحاولوا يهربوا قبل ما الشرطة توصل لهم وبياخد دل شنطة الفلوس وبيجري بيها وبيخبط في الشنط اللي قدام أوتوبيس المدرسة وبيسيب شنطة الفلوس جنبهم وبيهرب وبيحط السواق شنطة الفلوس في الأوتوبيس مع باقي الشنط وساعتها لورو وجولدي بيشوفوا اللي حصل لكن بيضطروا يهربوا لأن الشرطة بتكون قربت منهم وبيتحرك الأوتوبيس في طريقه للرحلة وبيحاول دل إنه يهرب لكن الشرطة بتقدر تقبض عليه وفي نفس الوقت ده لورو وجولدي بيسرقوا عربية من الشارع علشان ياخدوا شنطة الفلوس من الأوتوبيس وبيشوفوا ري وهو ركب في الأوتوبيس وبيروحوا وراه لكن فجأة بيخبطوا في عربية كبيرة وبيعملوا حدثة وبعدها بيسرقوا العربية التانية علشان يروحوا لمكان الرحلة وياخدوا الشنطة من الأوتوبيس وفي نفس الوقت ده بتحقق الشرطة في قضية سرقة البنك وبيلقوا مفاتيح العربية وكمان بيلاقوا العربية اللي الفريق سابوها وهربو وبياخدوا منها البصمات وبيتكلم ري مع سالي وبيطلب منها تديله فرصة علشان تعرفوا على حقيقته لكن بترفضوا وبتقولوا انها بتعتبروا مش موجود والطلاب بيعملوا فوضة في الأوتوبيس وساعتها ري بيتعصب عليهم وبيعرفهم انه المشرف في الرحلة وبيطلب منهم يلتزموا الصمت وبعدها بيتكلم المعلم ستانلي معاه وبيقولوا انه معجب بالمعلمة ميلر وساعتها ري بينصحوا انه يتكلم معاها ويسمعها ويهتم بكلامها وبييجي شاب زميل سالي اسمه جوش يتكلم مع ري وبيشكروا لانه سيطر على الطلاب لانه ما كانش عارف يقرأ الكتاب بسبب الفوضى وفي نفس الوقت ده بتكتشف الشرطة ان البصمات اللي لقوها في العربية هي بصمات ري وبيروح اتنين محققين يتكلموا مع دل في المستشفى وبيطلبوا منه يعترف على مكان زميله فبيقولهم ان شنطة الفلوس موجودة في أوتوبيس المدرسة وبيتصل لورو بمدير المدرسة وبيمثل ان بنت أخوه طالبة في المدرسة بيوصل عند المتحف لكن بيكتشفوا ان المرشد السياحي اللي كان هيساعدهم في الجولة مجاش لانه مريض لكن ري بيقدر يحل المشكلة وبيتكلم مع الطلاب وبيشرح لهم المعلومات اللي يعرفها عن الديناصورات وده بسبب انه كان بيقرأ كتب عنهم لما كان في السجن وبيوصل لورو وجلدي عند المتحف وبيشوفهم ري وساعتها بيتكلم مع الطلاب وبيطلب منهم يركبوا الأوتوبيس وبعدها بيضغط على جرس انذار الحريق وكل الناس بيخرجوا من المتحف وبيروح ري للحمام ولورو وجلدي بيروحوا وراه وبيهجم عليهم وبيضربهم وبيتكلم معاهم وبيعرفهم انه غير رأيه وانسحب من عملية السرقة لانه مش عايزة ورات معاهم لكن جلدي بيقوله انه سرق فلوسهم وهم شافوا دل وهو بيحط شنطة الفلوس في الأوتوبيس وساعتها ري بيضربه وبيسيبهم وبيمشي وبيتكلم مع المعلمة ميلر وبيقولها انهم لازم يمشوا ويروحوا للجولة التانية في الحي الفرنسي لكن بتقوله ان سوايا الأوتوبيس مش موجود وساعتها ري بيسوء الأوتوبيس وبيمشي من المكان وبتوصل الشرطة عند المتحف وساعتها لورو وجلدي بيهربوا بسرعة ولما بيدور ري في وسط الشنط بيلاقي شنطة الفلوس في الأوتوبيس وبيقرر انه يرجعها لورو وجلدي علشان يبعد عن المشاكل لانهم هديدوب بنته لكن قبل ما يسلمهم الشنطة بتوصل الشرطة وبيشوفوا لورو وجلدي وبيضطروا انهم يهربوا بسرعة وبيروح ري يرجع شنطة الفلوس تاني وبيحطها في الأوتوبيس وفي نفس الوقت ده بيتكلم جوش مع سالي وبيقول لها ان ابوها بيهتم بيها وبيحاول يقضي وقت معاها وبيظهر ان جوش وسالي معجبين ببعض وبعد ما لورو وجلدي بيهربوا من الشرطة بيروحوا يقابلوا صادقهم كيفن وهو زعيم عصابة وبتتكلم المعلمة ميلر مع ري وبتشكروا لانه خلاهم يمشوا بدري من المتحف وبيتعرفوا انهم لو كانوا التزموا بالجدول المحدد ما كانوش هيستمتعوا بوقتهم في الحي الفرنسي وبعدها بيوصلوا عند الفندق اللي هيعودوا فيه وبيتكلم ري مع سواي الأوتوبيس بعد ما لاجع ينضم ليهم وبيطلب منه يسلموا الشنطة بتاعته وبعدها بيطلع للقضة بتاعته وبيتصل بلورو وساعتها بيتخانق معاه لانه خدعهم وسرق منهم الفلوس لكن ري بيقوله انه ما يعرفش ازاي الشرطة وصلت للمكان ولا ازاي شنطة الفلوس وصلت للأوتوبيس وبيعرفوا انه لو كان بيخطط علشان يسرق منهم الفلوس ما كانش هيكلمهم علشان يرجع حليهم وبيطلب منه انهم يقابلوا عند الفندق علشان يسلمهم الفلوس وفي اللحظة دي بيخبط الباب ولما ري بيفتح بيلاقي سالي وبتتكلم معاه وبتعرض عليه انهم يروحوا للمطعم وبيوافق انه يروح معاها وبيعرفها انه هيقابلها بعد فترة وبعدها بيكمل كلامه مع لورو اللي بيكون رافض انهم يتقابلوا عند الفندق لانهم مش واسقين فيه وخايفين انه يخدعهم مرة تانية وبيقوله على عنوان تاني يتقابلوا فيه علشان ياخدوا منه الفلوس وبيروح ري يتكلم مع جوش وبيطلب منه يساعده لانه عايز يشارك مع بنته حاجة كن بتحبها وفي نفس الوقت ده بيكون المعلم ستانلي والمعلمة ميلر بيتكلموا مع بعض وبيروح ري يتكلم مع المعلمة ميلر وبيطلب منها انه هو وسالي ما يحضروش الحفلة الموسيقية لانه عايز يقض وقت معها لوحدهم لانه كان بعيد عنها فترة طويلة بسبب شغله وبعدها بيتكلم المعلم ستانلي معاه وبيقوله انه استخدم نصحته وانه هو وميلر بدأوا يقربوا من بعض وبيشكروا على مساعدته لي وبعدها بيروح مع سالي وبيقض وقت مع بعض وبيتكلم معاها وبيحكي لها عن اليوم اللي شاف فيه أمها الأول مرة وبيشتري لها استوانات المغني المفضل عندها بعد ما عرف من جوش انها بتحبه وبعدها بيروحوا يأكلوا في مطعم وبيحاول ري انه يقرب من سالي ويتكلم معاها أكتر وبتسأله عن السبب اللي خلا يسيبهم ويبعد عنهم فبيحكي لها انه تولد وسط أشخاص فسدين وانه عمل أخطاء كتير في حياته وكان بيحاول يلاقي طريقة سهلة علشان يكسب فلوس ويجيب لهم كل الحاجات اللي محتاجينها ولما بتسأله ليه ما كانش بيبعت لها أي جوابات من السجن بيعرفها انه كان فاكر انه ما يكونوا أحسن من غيره لكن بعد كده اكتشف انه كان غلطان وهو دلوقتي بيحاول يعوضها عن الوقت اللي ضاع لكن سالي بتقوله انهم مروا بمشاكل كتير بعد ما هو سبهم وانها ما كانتش بتبقى عارفة تقول ايه لأصدقائها لما بيسألوها عن سبب غيابابوها وبيعتذر لها ري عن كل الحاجات السيئة اللي مرت بها بسببه وفي نفس الوقت ده بيوصل المحاققين اللي تنل الفندق وبيتكلموا مع المعلمة ميلر وبيسألوها عن ري وبيعرفوها انه كان مسجون وانه دلوقتي متهم في سرقة بنك وبتتكلم سالي مع ابوها وبتقوله انها قضت وقت سعيد معاه وبيطلب منها ترجع لأصدقائها وبيعرفها انه هيقعد عند النهر ولما بترجع سالي للفندق بتشوف الأخبار في التلفزيون وبتعرف ان ابوها متهم في سرقة البنك وفي نفس الوقت ده لين بتكون بتستعد علشان تخرج للعشة مع حبيبها لكن بتشوف الأخبار في التلفزيون وبيقول لها انه قضى وقت سعيد مع بنته وقدر يقرب منها وهي بدأت تسامحه وفي اللحظة دي بتيجي سالي بتتكلم معاه وبتكون متضايقة منه بعد ما شافت الأخبار وبيحاول يفاهمها انه مالوش علاقة بسرقة البنك لكن مش بتصدق كلامه وبتقوله انه مجرم وكذاب وكمان بتندم لانها صدقته لما قالها انه تغير وبيقول لها ري انه فعلا تغير وانه عارف انه خزالها هي وامها زمان لكن هو قضى سبع سنين في السجن وكان بيحاول يتغير وبيعرفها انه مش عايز يبعد عنهم مرة تانية وساعتها سالي بتصدقه وبتقرر تساعده ولما بيرجعوا للفندق بيلقوا رجالة الشرطة موجودين هناك وبيتكلم ري مع سالي وبيطلب منها تروح لقطه وتجيب شانطة الفلوس وبتروح سالي تجيب شانطة الفلوس من القوضة وبعدها بترجع له وبتتكلم معاه وبتعرفه ان المعلمة ميلر بتستعد علشان هياخده كل الطلاب ويمشوا من الفندق وهي لازم ترجع معاهم علشان ما يحصلش مشكلة وبيعرفها ري انه هيتخلص من الفلوس وبعدها هيسلم نفسه للشرطة وبيعتذر لها لانه اكبرها تعمل حاجة هي مش عايزة تعملها وانه عرضها للخطر وبيشكرها على مساعدتها ليه وبيودعها قبل ما يمشي ولما بترجع سالي للفندق لورو وجولدي بيهجموا عليها وبيخطفوها وفي نفس الوقت ده بيروح ري عند المكان اللي اتفق مع لورو وجولدي انه هيقابلهم فيه وهناك بيقابل صادقهم كيفين وبيكتشف انهم عاملين ليه فخ وساعتها بيهجم على العصابة وبيضربهم وبيحاولوا يضربوه لكن مش بيقدروا وبيتغلب عليهم في ثواني وبيتسل لورو بيه وبيعرفوا انهم خطفوا بنته وساعتها بيتعصب عليه وبيقولوا انه كان عايز يرجع لهم الفلوس لكن رغم كده هم عملوا فخ ليه وكمان خطفوا بنته وبيعرفوا لورو انهم عملوا كده لانهم مش واسقين فيه وفي نفس الوقت ده بيكون سالي وميلر بيجمعوا كل الطلاب وبيكتشفوا ان سالي مش موجودة في الفندق وبيروح ري قابل لورو وجلدي وقبل ما ينزل من التاكسي بيتكلم مع السواء وبيطلب منه المساعدة وبعدها بيتكلم مع لورو وبيعرفوا ان الفلوس في شنطة العربية وبيقولوا انه مش هيسلمها ليهم غير لما سالي تركب التاكسي وساعتها جلدي بيركبها التاكسي وبياخد الشنطة وبيهرب السواء من المكان زي ما ري اتفق معاه ولما بيفتحوا الشنطة مش بيلاقوا الفلوس وبيفتكروا ان ري خدعهم لكن ري بيقولهم ان الشنطة اكيد تبدلت بشنطة تانية من الشنطة اللي في الاوتوبيس ولما بترجع سالي للفندق بيتكلم المحققين معاها وبيسألوها عن ما كان ابوها لكن بتعرفهم انه ما عملش اي حاجة وانه ما سرقش البنك وبتقولهم انه كان معاهم في الاوتوبيس وبعدها بتروح تتكلم مع جوش وبتطلب منه يساعدها علشان تنقذ ابوها لانه في مشكلة وساعتها زميلها اللي اتنين تيد وصايمون بيقرروا يساعدوها هما كمان وبيقدر سايمون انه يحدد موقع ري عن طريق تليفونه وبيروح تيد يتكلم مع المعلمة ميلر وبيطلب منها انه يروح الحمام وبيستخدم الالعاب النارية اللي معاه علشان يعمل بيها فوضى ويلهي المحققين ويقدروا يخرجوا من الفندق وفعلا بيخرجوا من الفندق وبيتكلموا مع سواي الاوتوبيس ده بيكون لورو وبيعذب ري لانهم معتقدين انه خدعهم واتفق مع دل علشان يسرقوا منهم الفلوس لكن ري بيقوله انه ما كانش يعرف دل قبل عملية السرقة وانه هرب علشان يكون مع بنته لكن مش بيصدقوا وبيهددوا انه هيقتله وبتوصل سالي واصدقائها عند المكان اللي ابوها موجود فيه وبيشوفوا لورو وهو بيهددوا بالمسدس وبيستخدموا الالعاب النارية علشان يشتتوا انتباه لورو وجلدي وبيروحوا علشان يشوفوا اللي حصل وجلدي بيلاقي تيد قدامه وبيصوه بالمسدس نحيته لكن بيهرب منه وبيقدروا يعملوا ليه فخ وبيطلع عري تليفونه من جيبه وبيتصل ببرنامج الدكتورة وبتروح سالي تفك الحبل اللي ابوها مربوط بيه لكن قبل ما يهربوا لورو وجلدي بيهددوهم بالمسدس وساعتها بيسلموهم شانتز الفلوس وبتتكلم سالي معاهم وبتعرف منهم ان ابوها ما كانش مشترك معاهم في سرقة البنك وبتكون الدكتورة سمع المحادسة بينهم وبتتسجل في البرنامج وبيبلغوا الشرطة وبيصوب لورو المسدس نحية ري علشان يقتلوا لكن في اللحظة دي بتوصل الشرطة وبيقبضوا عليهم وبتفرح سالي لان ابوها طلع بريق وبتكون علاقتهم ببعض اتحسنت وبتقبض الشرطة على ري بتهمت سرقة البنك لكن بعدها بيعرفوا انه بريق لانه كل حاجة تزاعت في برنامج الراديو وبيفرجوا عنه وبتوصل للمكان وبتطمن على سالي وبتتخانق مع ري بسبب انه عرض حياة بنتهى للخطر لكن سالي بتتكلم معها وبتقول لها ان ابوها فعلا تغير وبعد فترة بيقدر ري يرجع لحياته الطبيعية بعد ما تغير وبقى شخص أفضل وبيقدر يشتغل في وظيفة جديدة وبيرجع يعيش مع عائلته وبتبقى حياتهم سعيدة بيبدأ الفيلم في المكسيك مع ظهور القاتل المأجور أليكس وهو داخل بعربية المستشفى وبينزل من العربية وهو لابس لفس التمريد في نفس الوقت اللي بتوصل فيه عربية تانية وبينزل منها شخص داخل عشان يطمن على أمه وكان معاه صاحبه وبطريقهم لقودة المريضة بيقف الشاب وبيحاول يضايق موظفة الريسبشن وبعدها بيسيبها ويدخل قودة أمه وبيلاقي أليكس موجود فبيطلب منه يسيبهم لوحدهم شوية لكن أليكس بيهجب عليه من ظهره وبيخنقه بخرطوم طبي لحد ما بيموت وبعد ما بيخرج أليكس من المستشفى بيركب عربيته وبيبعت رسالة من تليفون وبيأكد فيها إنه خلص بديه ويكون في البيت وقت العشاء ودي الطريقة اللي أليكس بيبلغ بيها العميل إن مهمته انتهت وبيطلع الشريحة من التليفون يكسرها ويرميها وفي مبنى من مباني تيكساس فينسنت كان قاعد متوتر قدام ليون اللي بيحاول يقنعه عشان يدخل القوضة مع بنته بتريس اللي عندها 13 سنة وإن الموضوع بسيط جدا مش بحتاج أي خوف بس اللي عايز حاجة بيدفع عشان ياخدها وفعلا فينسنت بيطلع فلوسه بيدهاله وقام ليون وصى بنته تكون لطيفة معاه ولما دخل القوضة اكتشفت بتريس إن فينسنت مركب ميكروفونات في جسمه فبيتنادي على أبوها عشان تحذروا منه وفي الوقت ده زمايل فينسنت من فريق الـ FBI هاجموا على المكان عشان ينقذوه ويقبضوا على ليون وفي اللحظة دي ليون بياخد بنته رهينة وبيهددهم إنه هيقتلها لو حد قرب له وحاول فينسنت يقرب لحد ما البنت عدت درعبوها ويربت منه وهجم عليه ونطه من الشباك وبيموت ليون والشرطة بتاخد بتريس أما عن فينسنت فجيرالد القائد بتاعه في الـ FBI كان متضايق منه جدا لأنهم حققوا في القضية دي المدة 11 شهر واستهلكوا فيها موارد كتيرة وفي الآخر ليون مات والتحقيق ضمر ومش يعرفوا يثبيته إنه كان بيتايجر ببنته وفي الظهرة أليكس لصاحبه موريسيو في مدينة مكسيكو كان باين عليهم إنهم صحاب قريبين جدا وموريسيو بيدي له ظرف فيه فلوس وبيفهموا إن دي مهمته الجديدة في الباسو لكن أليكس رفض ياخد الظرف وحاول يوضح له إنه عايز يعتزل وهنا بيتغير وش موريسيو وهديده بخوه اللي عايش هناك وفهموا إن الناس اللي زيهم ما ينفعش يعتزله ولما بيوصل أليكس الفندق في تيكسس بيسأل موظف الريسبشن عن رقم الأوضة باسم ديفيد مارشل وبيجاوبوا إنها أوضة رقم 1106 وبيطلع أليكس على قطو ياخد الدواء بتاعه ويكتب على إيده رقم الأوضة لإنه مصاب بمرض الزهايمر لكن مش بدرجة كبيرة يعني مش بينسى معظم الوقت وبعد ما بينزل البار الموجود في الفندق هيقابل مايا اللي بتحاول تتعرف عليه لكن أليكس سابها ورح قعد مع بوردن واستلم منه شنطة فيها سلاح وتفاصيل عن الهدف اللي المفروض يخلص عليه ولما بيطلع قطو تاني بيفتح التابلت اللي كان في الشنطة وبيشوف صور الناس اللي المفروض يقتلهم وبيطلع المسدس ويجربوه وفي مبنى المعالجة المركزية اللي بيجمعوا فيه المهاجرين الغير شرعيين قبل ما يرحلوهم على بلدهم فينسنت بيقابل بتريس وبتتهموا إنه السبب في موت أبوها لكن فينسنت بيحاول يفاهمها إنه كان بيحميها ومش هيدغط عليها عشان تعترف بالحاجات اللي بوها كان بيعملها وقال لها إنه هينقلها لضر عية أيتام ومن هناك ممكن تقابل أسرة أمريكية تتبنيها وفي نفس اليوم بالليل أليس كان بيتكلم مع امراته ويندي وبيفاهمها إنه مش هيروح يتعشى معها لإنه خارج وعنده شغل وبعد ما امراته بتخرج من البيت بيطلع يجهز نفسه في قطو ويما سمع صوت جرس الباب ونزل يفتحه لأليكس بيهجم عليه وصوب المسدس في وشه وبيسألوا عن الحاجة اللي جاي عشان ياخدها وبيفاهموا أليس إنها فوق في الخزنة وإنه كل ده سوء تفاهم وما كانش يعرف إن الأمور هتوصل لحد كده ولما وصلوا عند الخزنة أليكس أمروا إنه يفتحها وبعد ما فتح الخزنة حاول يضرب أليكس بس ما قدرش لإنه أقوى منه ويدر أليكس يقتله بكل سهولة ورجع بعدها وخد الكيس من الخزنة وخرج قاعد في عربيته وبعت رسالة البوردن يعرفوا فيها إنه خلص على أول هدف وفتح التابلت يشوف عليه صورة الهدف التاني واللي بتكون بنت صغيرة وتاني يوم لما بيوصل فينسنت مع شركته ليندا لبيت أليس بيلقوا القائد جيرالد قاعد مع ويندي مراته وبدأ المحقق داني مورا يعرف منها اللي حصل وقالت لهم إنها بتعتقد إن أليس اتعرض لعملية سطو لإنه كان في البيت لوحده ولما رجعت شافته مقتول والخزنة مفتوحة وفي الوقت ده أليس كان بيزور أبوه المصاب بالزهايمر في دار الرعاية اللي قاعد فيها وبيحاول يفكره بنفسه وبيتكلم معاه وفي الآخر بيسيب له عملة معدنية في إيده وبيمشي وفي وحدة مكافحة استغلال الأطفال إلقاء جيرالد بيبلغهم أمر برجوع الزابط ماركيز للمكسيك بعد ما كان معاهم في مهمة الأبضاء على المجرم اللي بيتجر بالقاصرات في أمريكا واستغلالهم الغير مشروع وإن دي أوامر مباشرة من واشنطن وفي اللحظة اللي فينسنت وصل فيها بتريز لدار الأيتام كان أليكس بيرائب هدفه التاني وهي بتريز وبيبلغ فينسنت مديرة الدار إن بتريز شاهدة في قضية مهمة وفي نفس اليوم بالليل بيدخل أليكس القوضة بتاعت بتريز وساعتها بتحس بيه وبتسحى تترجى إنه ما يقتلهاش وبتقعده إنها مش هتعترف بأي معلومة وفي اليوم اللي بعده بوردن قابل أليكس في محطة بنزين قديمة وأول ما أليكس شافه وهجم عليه وضربه ركلة قوية وقعه على الأرض وعرفه إنه مش هيقتل بتريز لإنها طفلة ولما بوردن حاول يهدده ضربه أليكس لكمة قوية وهدده إنه مش هيديله الحاجة اللي خدها من خزنة أليس وخد محفظته وعرف اسمه وعنوانه رغم إن ده كان ممنوع وأكد عليه إنه مش هيقتل بتريز وكمان هو اللي هيكون مسؤول قدامه عن سلامتها وبعدها بيتصل بوردن بدافانا رئيسته في الشغل وبيبلغها إن أليكس عايز يلغي عقد قتل البنت وإلا هيسلم كل المعلومات اللي معاه واتفقت معها دافانا إنها تتصرف وما يتصلش بيها تاني وبيروح أليكس البار بتاع الفندق وبيشوف شخص بيحاول يدايق مايا وحاول يمنعه يدايقها لكن الراجل يدايق منه وكان هيدربه وساعتها أليكس يمسك إيده وضربه في وش ولكمة قوية وبيتجيله بعدها مايا وبتشكره لإنه أنقذها وفي نفس الوقت في مكان تاني كان الزابط ماركيز بيتكلم مع لندا وشكله متدايق جدا إن الإتجار بالبنات القاصر في المكسيك منتشر جدا وكتير من البنات بيختفوا ما يعرفوش عنهم حاجة وبيحكي لها عن قضية قديمة كان شغال عليها في مدينة خواري وإن فيه بنت اسمها إيمليانا وكان عندها 13 سنة لما ثابت المصنع اللي بتشتغل فيه اختفت وبعد أربع شهور لقوا جثتها في النفايات وبعد ثلاث أسابيع اختفت أم إيمليانا وخالتها وإخوتها التلاتة وشنقوهم على جسر قدام شباك مكتبه وعشان كده هو مصمم يقبض على المجرم اللي بيتاجر بقاصرات المكسيك وبيشغالهم في أماكن مشبوهة وبيسحى ألكس من النوم تاني يوم على كابوس وبيلاقي نفسه عند مايا في الفندق ولما بيسألها انت مين فكرته بنفسها وفي الوقت اللي كان بيلبس فيه الجاكت بتاعه عشان يمشي شاف على التلفزيون خبر أتل بتريز وبعد ما تأكد من مايا انه كان معها طول الليل طلب منها تمشي وتسيب الفندق بسرعة وتنسى خالص انها شافته وعرفته وكان ساعة الزابة ماركيز راكب التاكسي وفي طريقه للمطار لكن بيتصدم لما بيعرف خبر أتل بتريز وبينزل من التاكسي عشان يفهم اللي بيحصل وبينزل ألكس بعدها الجراج الفندق وهو ماسك مسدسه عشان يمشي من هناك بسرعة ولما بيبص تحت عربيته وبيشوفكم بلا متركبة في العربية وبيفهم ان في حد عاوز يقتله وفي اللحظة دي بتيجي مايا عشان تديله الدواء بتاعه اللي نسيه عندها لكن ألكس ما بيلحقش يحذرها انها تبعد وبيتضرب عليها نار وبيتموت في ساعتها وبيكتشف ألكس اللي بيضرب عليه نار هو صاحبه موريسيو وبيهجموا الاتنين على بعضه وبيضربوا على بعض نار لكن ألكس بيقدر يتغلب عليه وياخد منه سلاحه وبيضربوا لكمات قوية بعنف ودخلوا في العربية وربطوا ودخل جسة مايا في شنطة العربية وفجر العربية بهم هما الاتنين ولما بيوصل فينسنت مكان التفجير بيقابله الزابط داني موري وبيوريله صور الجستين اللي كانوا في العربية واكد عليه ان الرصاصة اللي فرقبت جسة الست هي نفس الرصاصة اللي اتضربت بها بتريز وان العربية اللي اتفجرت متسجلة باسم ديفيد مارشل ولما سأل فينسنت عن صورة الدواء اللي كانوا هي على الارض بيجاوبوا داني باني مفيش اي معلومات عن الدواء في قاعدة البيانات الخاصة بيهم وبييتم تحليله في المعمل الجنائي وفي نفس اليوم بالليل بيروح مركيز لفينسنت وبيعرفوا انه مقدرش يرجع المكسيك بعد ما عرف ان بتريز اتقتلت وان محدش مهتم بقضية البنت دي غيرهم هم ولندا وبما انهم استبعدوا من التحقيق في القضية فبيعرض على فينسنت انه يقدم له المساعدة في قضية بتريز بصفته مواطن مهتم من غير ما القائد بتاعهم يعرف وفي وقت تمرين بوردن في الجيم بيقتله اليكس برصاصة في راسه وبيروح بعدها على بيته القديم المهجور وبيفتح الكمبيوتر الشخص بتاعه وبيشغل الفلاشة عليه وبيلاقي تسجيلات كتير بين أليس اللي قتله وبين دافانا رئيسة بوردن وفي التسجيلات دي أليس كان بيبتز دافانا بصور وفيديوهات لابنها راندي وكمان اكتشف انهم بيتكلموا عن عاملة مهمة اسمها فان كامب وفي الجيم لما بيوصل فينسنت وليندا وماركيز وبيعينوا جسد بوردن بيتوقعوا ان الجرائم دي كلها مرتبطة ببعض واول ما لقائد جيرالد بيوصل للمكان ماركيز بيمشي فورا لكن فينسنت بيفهموا انهم محتاجين ماركيز معهم في التحيات لان الجرائم كلها وقتل بتريز والعربية اللي انفجرت فيهم علاقة ببعض وساعتها وافق جيرالد على وجود ماركيز في التحيات ولما بيروح فينسنت وماركيز للمراد بوردن عشان ياخدوا اقوالها مش بيبان عليه ابدا انها متأثرة بموت جزة وبيستغربوا من تصرفاتها وبيحسوا انها مش طبيعية وفي اليوم التاني بيظهر راندي ابن دافانا وبيدخل عليها المكتب بتاعها وهو خايف وحاولت تتكلم معاه وتهديه وتقنعه انه لازم يمشي ويسيب مدينة الباسو فورا وانه بكرة بعد الحفلة هيروح الى مدينة جينيف بطيارة الشركة الخاصة بيهم لحد ما تقدر توظف له محام كويس وبعدها على طول بيتصل أليكس فينسنت وبيبلغوا ان المتهمين في قضيتهم هم ناس من الاغنياء وبيأكد له ان الجرائم كلها مرتبطة ببعض وانه كان المفروض يقتل بتريس بس هو ما قتلهاش واللي قتله هو صاحبه موريسي واللي جسته كانت في العربية ولما قدروا يحددوا موقع أليكس واللي كان قريب جدا منهم رحوا بسرعة للمكان عشان يقبضوا عليه لكن لما بيوصلوا هناك ما بيقدروش يلاقوا أليكس ولقوا بس التليفون اللي كلمهم منه وفي نفس اليوم بيروح مركيز لمراد بوردن وسألها لو كانت سمعت بوردن بيتكلم عن حد اسمه ديفيد مارشل وقالت له انها سمعته هو متضايق جدا وبيتكلم عن حد من مدينة مكسيكو وانها ما تكلمتش قبل كده بسبب اللي كان بيتكلم معاها وهي دافانا سلمان ولما بيرجع الاسم بيحكي لفينسنت ولندا عن الكلام اللي قالته مراد بوردن لكن لندا بتفهمه منه أكيد دافانا ما لهاش علاقة بالموضوع بسبب اسمها المعروف وشركتها الكبيرة جدا في مجال العقارات بيأكد عليهم مركيز ان بوردن كان واحد من ضمن فريق المحاميين الخاص بشركة دافانا وبعد كلام مركيز رجعت لندا معلومات عن شركة دافانا على الانترنت واكتشفت ان بوردن ما كانش من فريق المحاميين الخاص بشركة دافانا وعرفت انه كان المحامي بتاع راندي ابن دافانا اللي عنده شركة عقارات كبيرة كانت مسؤولة انها تبني مجمع المعالجة المركزية وكانت مفاجئتهم لمعرفوا ان ليون ابو بيتريز ودها المجمع دال راندي مرتين وانه كل اللي دخلوا المجمع دا ماتوا وفي وقت الحفلة بتاعت راندي على الياخت بتاعه كانت لندا ومعها مركيز موجودين هناك عشان يأمنوا حياته لانهم توقعوا ان القاتل المأجور هيكون موجود في الحفلة ويقتلوا ولما كان فينسنت مستنيهم في عربيته جنب الياخت شاف غلاف الدواء اللي بياخدوا أليكس وبلغهم بسرعة ان الهدف موجود على الياخت لكن أليكس كان سابقهم بخطوة وقدر انه يقتل راندي وبيشوفوا ساعتها فينسنت وهو بيهرب من الياخت وبيطردوا مع مركيز وصوبوا عليه المسدسات لكن أليكس تفاوض معاهم وفاهمهم انهم مش يعرفوا يوصلوا للحياة من غيره واقتنع فينسنت وقدر يقنع مركيز انه يسيبه يمشي لكن أول ما أليكس ركب عربيته ضربه مركيز بالمسدس وقدر يسيبه برصاصة في بطنه وبيوصل أليكس بعدها للمكان اللي بيستخبى فيه وساعتها بتسيطر عليه حالة الزهايمر وبيقف مكانه وما بيقدرش يتحرك وبعدها بيخرج من المكان وبياخد عربية غير عربيته وبيتحرك بها بصعوبة وبعد كم ساعة بيفوق أليكس من نومه على شرطة الدورية وهو بيخبط له على أزاز العربية عشان يشوفه كويس ولا لأ لكن أليكس لسانه بيكون تقيل وما بيقدرش يرد عليه فبيسحب المسدس بتاعه وبيقتل به الزابط وبيوقف جنبه وهو مش عارف يتصرف ولما بيوصل بيته القديم بيحاول يطهر الجرح بتاعه وبينام على الكرسي من كتر الألم وبتعمل لنده تحريات كتير عن طفولة أليكس وبتقول لفينسنت انه كان متورط في أعمال شغب وعنف وتخريب ممتلكات منه هو لسه صغير وبيته اتحرق من 40 سنة وطلع منه مع أخوه بإصابات خفيفة وابوه موجود في دار رعاية ومصاب بالزهايمر ويقدر مركز يوصل للبيت القديم المهجور اللي مليان حمام بتاع أليكس وماقدرش يلاقي جوه أي حاجة ولا شاف الدور الأرضي اللي أليكس مستخب فيه ولما رجع مركز لليندا وفينسنت وحكالهم عن طيور الحمام اللي شافها هناك بل لغتهم ليندا إن تقرير المختبر عن العربية اللي مات جنبها زابت الدورية بيقول إن أرضيتها كان موجود عليها أثر فضلت حمام بتتحرك ساعتها قوة كبيرة من الـ FBI اللي بيت أليكس عشان يقبضوا عليه لكن أليكس بيكون ساب البيت ومشي ومش بيلاوه أي حاجة وفي نفس الوقت بيتم حراسة دافانا في شركتها ومرأبة مداخل الشركة بالكاميرات وفجأة بيلاوه إنذارات عربيات الشرطة كلها اشتغلت مع بعض وبينزل اتنين من الزباط عشان يشوفوا إيه اللي حصل وفي اللحظة دي بيقدر أليكس إنه يطلع للمكتب اللي موجودة في دافانا وبيقددهم وهو مصوب السلاح على واحد منهم ودارت حرب شرسة بينه وبينهم ورغم إن الزبط اللي بيحروسها كان متوقع إن دافانا بقت في أمان لكن أليكس قدر يوصل لمكتب دافانا وبيلاقيها وقفة قدامه ومعها الزبط اللي بيحروسها وهجم أليكس على الزبط وضربوا لكمة قوية في وشه وفقد الوعي في ساعتها وقرب من دافانا وصوب عليها المسدس وحاول يقتلها لكن المسدس ما كانش بيدرب رصاص وده لإنه نسي يركب في المسدس الجزء المسؤول عن ضرب الطلقات وفي المحاولات دي فاء زابط الحراسة وضرب أليكس ضربة قوية على رأسه وفقد الوعي وبياخدوا بعدها المركز الشرطة عشان يحققوا معاه وبيفضل يضربوا واحد من الزباط لإنه قتل واحد من رجال الشرطة واتفاجئ بأليكس وهو بيطلب منه يتكلم مع الزبط فينسنت لكن بيرفض وبيكمل ضرب فيه لحد ما نقالوه المستشفى في اليوم اللي بعده وساعتها فينسنت ساعده إنه ياخد دواء الزهايمر بتاعه وقال له أليكس إن الدواء بتاعه مجرد مسكن ومش هيقدر يساعده كتير وفي نفس الوقت كانت دافانا قاعدة في مكتبها وبتتفق مع الدكتور موريس الخاص بيها إنه يقتل أليكس وهو في المستشفى وقابل عشر مليون دولار ولما بيرفض بتهدده إنها تبلغ عنه بالأعمال الغير مشروعة اللي عملها مع راندي ابنها وكان فينسنت وليندا موجودين في المستشفى ساعتها مع أليكس وبيحققوا معاه واعترف له من دافانا هي اللي استقارته عن طريق بوردن عشان يقتل أليس وبتريز وعشان هو مش بيقتل الأطفال مقدرش يقتل بتريز وأكد له إن دافانا هي المسؤولة عن كل اللي حصل والدليل معاه على فلاشة متسجل عليها مكالمات لأليس وهو بيهدد دافانا وفي اللحظة دي الزهايمر سيطر عليه ونسي مكان الفلاشة وفضل يترجى فينسنت إنه يساعده عشان يفتكر مكانها وعرفه إنه مستعد يشهد في المحكمة ضد دافانا بكل المعلومات اللي معاه عشان العدلة تتحقق وفينسنت وضح له إن المحكمة مش هتعترف بشهادة قاتل مأجور والحل الوحيد إنه يفتكر مكان الفلاشة ولما بيخرجه وبيدخل الدكتور اللي اتفقت مع دافانا على قتل أليكس وبيحاول يديله الحقن اللي هتخلصهم منه لكن أليكس بيفهم إنه جاي يقتله وبياخده رهينة ويهرب منهم وبيتم استدعاء فينسنت بعدها للمستشفى مرة تانية لإن أليكس طلب يتكلم معاه وكان فريق القناصين جاهزين عشان لو حاول يهرب وفعلا ضربوا عليهم نار أول ما خرجه العربية وبيستسلم لضرب النار ويموت على إيد القناصين وبيتنيل فينسنت وليندا من شغلهم وبيشوفوا بعدها في صورة لبيت أليكس كلمة بيري معمولة بلمبات إعلانية وبيروح فينسنت يكسرها وبيلاقي الفلاشة ولما عرضها على مدير المكتب الفدرالي قال له إن الدليل غير كافي للأبض على دافانا وخصوصا إن القتل مات وبيتعصف فينسنت على القائد بتاعه وبيطرده جيرالد من المكتب وتاني يوم بتروح ليندا بيت فينسنت وبتطلب منه يخرجه مع بعض وبيتعشه سوا وبيشوفه في نشرة الأخبار إعلان قتل دافانا وعشان كده ليندا طلبت منه الخروج من البيت عشان تأكد إنه كان معاها وتبرقه من أي اتهام وبنعرف إن مركز هو اللي قتلها وتخلص من السكينة والمسك بتاعه بعد ما قتلها لإنه قرر ينتقم لبيتريز منها بما إنه كده كده بعيد عن القضية وانتقفل منها ورب يكون عجبكم واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس بيبدأ الفيلم مع الشاب كيرت اللي بيحاول يكون نجم مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي وفي سنة 2009 أنشأ قناة اسمها عالم كيرت وبدأ ينشر مقاطع فيديو على الإنترنت ويصور كل حاجة بيعملها في حياته طول الوقت وكان بيحكي عن قصص من حياته وهو طفل وبيشارك كل حاجة في القناة بتاعته لكن ما كانش عنده أي متابعين وما كانش فيه حد مهتم بالمحتوى اللي هو بينشره لكن رغم كده بيستمر في اللي هو بيعمله وبيسمي نفسه صانع محتوى وبيحاول يعمل أي حاجة علشان يجذب المتابعين وبيتعدى عشر سنين وما فيش أي تغيير بيحصل وما حدش بيتابع قناة كيرت ومش بيبقى مشهور زي ما كان بيحلم وخلال السنين دي بيشتغل كيرت جليس أطفال ومن ضمن الأطفال دي كان فيه طفل اسمه بوبي وهو دلوقتي كبر وبقى مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقدم محتوى ألعاب فيديو للجمهور وبيحاول كيرت أنه يستفد من شهرته ويعلن عن اسم القناة بتاعته في البس المباشر بتاعه لكن بوبي بيرفض أنه يستغله وكمان بيشتغل كيرت سواء عربية في شركة اسمها سبري وبيستمر في تصوير مقاطع الفيديو وبينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على أمل أن الناس تتابعوا يبقى مشهور وفي يوم بيقرر كيرت أن يقدم فكرة جديدة للناس واللي بيطلق عليها اسم الدرس وبيقرر أن يصور مقاطع فيديو مختلفة من العربية اللي بيشتغل عليها وبيبدأ يحط كاميرات في كل مكان في العربية وكمان بيجاهز مجموعة من أزايز المية وبيحطها في العربية وبعدها بيودع أمه قبل ما يروح شغله وبيستعد علشان يبدأ يومه وبيصور فيديو بس مباشا للناس وبيستخدم التطبيق وبيختار أول راكب هيوصله واسمه فريدريك وبيركب فريدريك معاه في العربية وبيستغرب من الكاميرات اللي موجودة في كل مكان في العربية وبيتكلم مع كيرت وبيسأله عن سبب وجودها فبيقوله إنها للحماية وبيعرفوا كمان إنه بيصور فيديو بس مباشر للمتابعين علشان يعلمهم إزاي يبقوا مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي لكن في الحقيقة مش بيكون في حد بيتفرج على البس المباشر غير بوبي ومن كلام كيرت مع فريدريك بيكتشف إنه شخص عنصري وإنه بيفتخر بنفسه لإنه أبيض البشرة وبيحاول يفاهمه إنه مفيش فرق بين الناس وبعضها وإنه كلهم واحد لكن فريدريك بش بيقتنع بكلامه وساعتها كيرت بيتضايق لإن مفروض بوبي كان هيروج للبس المباشر بتاعه على قناته لكن دلوقت هيرفض بسبب إنه فيه عنصرية واضحة في الفيديو وبعدها بيعمل كيرت حركة خطيرة وبيتخطى إشارة المرور علشان يجذب المتابعين وبيتكلم مع فريدريك وبيرد عليه إنه يشرب ميا من الأزايز اللي جنبه وأول ما فريدريك بيشرب منها بيبدأ يتعب وهنا بنعرف إن كيرت كان مصور فيديو قبل كده وهو بيحقن أزايز الميا بمادة سمة وفعلا فريدريك بيتأثر بالسم وبيموت في ثواني وبيفرح كيرت باللي قدر يعمله لكن بوبي بيكتب تعليق على البس المباشر وبيقول له إن اللي حصل ده مزيف ومش حقيقي لكن مش بيهتم بكلامه وبيكمل طريقه وبتركب معاه تاني راكبة وهي أندريا وكانت بتتكلم في التليفون ومش بتركز مع كلام كيرت وبتاخد إزازة من أزايز الميا وبتشرب منها وبعدها بتموت وبيفرح كيرت إنها ماتت ومش بيتأثر ولا لحظة وكأنه ما عندوش أي مشاعر أو إحساس وبياخد تليفونها وبيفتحه عن طريق بصمة الوجه وبيفتح التطبيق وبيقيم نفسه تقييم عالي وكمان بيدي لنفسه مكافأة وبيرد على الرسالة الخاصة بيها وبيكتب لصديقها رسالة إنها هتلغي رحلة الطيران بتاعتها ومش هتسافر وكل ده بيكون فيديو البس المباشر لسه مفتوح وأي حد يقدر يشوفه لكن محدش بيتابعه غير بوبي وبيكمل كيرت طريقه وبيركب معه شخص اسمه ماريو وبيشغل كيرت موسيقى وبيتكلم مع ماريو وبيقوله إن هو اللي ألفها لكن مش بيكون مهتم بكلامه وبيتعامل معه بإسلوب سيء وبعدها بييجي لكيرت رسالة من التطبيق إن فيه راكبة محتاجة عربية في مكان قريب منه وبيغير مصاره علشان يروح ليها وساعتها ماريو بيتدايق وبيتخنق معاه لإنه كده يتأخر عن معاده لكن كيرت بيكمل طريقه وبيروح للراكبة واللي اسماها جيسي لكن لما بتشوفهم بتقلق وبترفض إنها تركب معاهم وبتلغي الرحلة لكن كيرت بيتكلم معاها وبيقنعها إنها تركب معاهم وبيقول لها إن التوصيلها تكون على حسابه وبتوافق جيسي وبتركب معاهم في العربية وبتكون جيسي نجمة كوميدية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وعندها عدد كبير من المتابعين وبيقدر ماريو إنه يتعرف عليها وإنها شخصية مشهورة وبيبدأ يتصرف تصرفات غريبة ولما كيرت بيعرف إنها مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلم معاها وبيطلب منها التابع القناة بتاعته لكن جيسي مش بتهتم بكلامه وبيبدأ ماريو يدايقها وبيصورها بتليفونه وبيفتخر إنه قابل شخصية مشهورة وبتتدايق جيسي من تصرفاته وبتصوره هي كمان بتليفونها وبتبدأ تصخر منه وبيستغل كيرت الفرصة وبيعلن عن اسم القناة بتاعته علشان يكسب عدد من المتابعين وبيستمر ماريو في مدايقة جيسي وساعتها كيرت بيتكلم معاه وبيطلب منه ينزل من العربية لكن جيسي هي اللي نزلت من العربية وهي متضايقة وخدت إزازة المياه وغرأت ماريو بيها وبعدها سابتهم ونشيت وبيكمل كيرت طريقه وبيمشي من طريق غريب ولما ماريو بيسأله هو ليه بيمشي من الطريق ده بيقوله إنه طريق مختصر وبيحس ماريو بالتعب وبينزل من العربية وساعتها كيرت بيخبطه بالعربية وبيقتله وكمان بيدهسه أكتر من مرة وبيكون مستمتع باللي بيعمله وبعدها بيكمل طريقه وبيشوف الفيديوهات اللي جيسي بتنشرها وبيتفرج على المحتوى اللي بتقدمه للجمهور وبيعرف إنه عندها عرضها تقدمه بالليل وبعدها بيروح لمحطة البنزين وبيكون متضايق لإن عدد المشاهدين ما كملش العشر أشخاص حتى بعد كل اللي عمله والناس اللي قتلهم وبيكتب بوبي تعليق على البس المباشر لكيرت وبيقوله إن اللي بيعمله ده شيء مزيف وإن ده محتوى سخيف وبيعرفه إنه كان بيحاول يقدم محتوى مختلف للجمهور وكان بيصور المشردين في الشوارع وهو بيعمل فيهم مقالب لكن بعدها صور فيديو الشخص مشرد لقى فلوس في الشارع واشترى بها أكل وبعدها شاركه مع أصدقائه والفيديو ده انتشر وناس كتير تفرجوا عليه لكن في الحقيقة الشخص ده كان بيمثل وبوبي كان بيتفق معاه علشان يجذب الجمهور ويكسب عدد كبير من المشاهدات وبعدها بيكمل كيرت طريقه وبيقرر إنه يعمل حاجة مختلفة أكتر وبيركب معاه ثلاث أشخاص وبيسوق العربية بطريقة متهورة وبيخافوا من اللي هو بيعمله مع عدد واحدة منهم لإنها بتحب المغامرة وبتكون معجبة باللي كيرت بيعمله وبيعرف كيرت إنهم عاوزين يعملوا حاجة مختلفة علشان يشاركوها مع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقترح عليهم إنه يوديهم لمكان يعيشوا فيه مغامرة مختلفة وبيوصلهم عند مكان غريب وفاضي وشبه مهجور وبيخلي اتنين منهم يخرجوا من شباك العربية علشان يصوروا نفسهم للمتابعين وبيتكلم مع البنت الثالثة وبيحكي لها حاجات عن نفسه وعن حياته وبيخليها هي كمان تخرج من الشباك ويصور المكان وبيسوي العربية بسرعة متهورة جدا وكل ده علشان يحصلوا على عدد أكبر من المتابعين وهو كمان يستفد منهم في البس المباشر بتاعه وبعدها بيقفل الشباك على اتنين منهم وبيقف بالعربية وفجأة بيهجم عليهم اتنين من الكلاب المفترسة وبيقتلوهم وكيرت بيقتل البنت الثالثة بنفسه بطريقة وحشية في البس المباشر وبعدها بيكلم بوبي وهو فرحامب اللي قدر يعمله لكن بيكتشف انه لسه ما بقاش مشهور وانه محدش بيتابع البس المباشر بتاعه حتى بعد ما قتل مجموعة من الأشخاص وبينصحه بوبي انه يتفرج على المحتوى اللي جيسي بتقدمه ويتعلم منها علشان يكون شخص مؤثر والناس تتابعه وبيتفرج كيرت على المحتوى اللي جيسي بتشاركه مع المتابعين وبيلاحظ انها بتقدم حاجات عادية بتقابلها في يومها وكمان بيشوف الفيديو اللي كانت بتسخر فيه من ماريو واللي هو كان بيعلن فيه عن القناة بتاعته وبيستغرب كيرت من المحتوى اللي بتقدمه لانه مالوش اي فايدة وبيسخر منها لانه عندها آلاف المشاهدات لكنه هو ما فيش حد بيتابعه ابدا وبيحس ان ده مش عدل وبتكون جيسي بتصور فيديو بس مباشر لها مع جدتها وبتتكلم مع المتابعين وبتقولهم انه عندها عرض النهاردة وبتستعد علشان تحضروا وفي اللحظة دي بيخبط باب البيت ولما بتفتح جيسي بتلاقي صديقها اللي جاي ياخدها علشان يوصلها لمكان العرض وفي نفس الوقت ده بيكون كيرت وايف قدام باب بيت بوبي وبيصور فيديو بس مباشر وبيتكلم بوبي معاه وبيقوله انه مش عايز يشارك معاه في البس المباشر وبيطلب منه انه يمشي لكن كيرت بيرفقد ان يمشي وساعتها بوبي بيشغل الكاميرا وبيصور فيديو بس مباشر هو كمان وبيتكلم مع المتابعين وبيقولهم ان كيرت كان جليس الاطفال الخاص بيه لما كان عمره سنتين وهو دلوقتي بيخطط لشيء شرير وبيحاول يورطه معاه وبيقول عليه شخص مجنون لكن كيرت بيقول انه عنده حاجة مهمة عايز يقولها ليه وبيعرفوا انه قرر يقتحم العرض بتاع جيسي ويسرق منها المتابعين لانه يكون في ناس كتير وبيحضروا العرض لكن بوبي بيصخر منه ومن افكاره وفجأة بيهجم كيرت عليه وبيطعنوا بسكينة وبيطلع بوبي مسدس وبيحاول يقتله لكن كيرت بيهجم عليه وبيقتله وبيخلص عليه وبيكون المتابعين معتقدين ان اللي بيحصل ده تمثيل وانه هم اللي تنمي اتفقين مع بعض وبيبدأ كيرت يصور بوبي بعد ما قتله وبعدها بيدخل الحمام في بيت بوبي وبيبدأ عدد المتابعين عنده يزيد واحد وراء الثاني وبيكون فرحان جدا لان في ناس بيتفرجوا على البس المبشر بتاعه وبيتكلم معاهم وبيطلب منهم يفضلوا يتابعوه لانه اشترى تسكرة العرض بتاع جيسي وهيروح يحضره وبعدها بيروح يستخدم جهاز الكمبيوتر بتاع بوبي وبيستضيف نفسه في البس المباشر بتاعه علشان ياخد عدد اكبر من المتابعين وكمان بيفتح الدولاب وبياخد من الملابس بتاعت بوبي وفي اللحظة دي بيتجيله رسالة من ابوه وبيطلب منه انه يروح يقابله علشان يوصله المكان بالعربية وبعدها بيروح يقابل ابوه وبيتكلم معاه وبيطلب منه يدفع اجرة التوصيل وبيستغرب ابوه من كلامه وانه بيتعامل معاه على انه مجرد راكب وكمان بيتفاجئ ان كارت معه مسدس في العربية وبيسأله هو ليه محتفظ بيه فبيقوله انه موجود معه للحماية لانه ممكن اي لسه او شخص خطير يركب معه في العربية وبيتحدي من جمههم عربية شرطة وساعتها الاب بيخاف وبيطلب من كارت انه يخب المسدس لكن الشرطة بتمشي من جبهم ومش بيحصل اي حاجة وبعدها بيوصلهم الاتنين عن دحانة وبيقابلوا بنت مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي اسمها دي جي اونو وبيتكلم الاب معاها وبيقولها ان كارت ابن معجب بيها جدا وبيطلب منها انها تعلن عن القناة بتاعته على حسابها علشان الناس تتابعه لكن اونو بترفض طلبه بطريقة لطيفة وبيتكلم كارت معاها وبيقولها انه دلوقتي بيصور فيديو بس مباشر للمتابعين وساعتها اونو بتغير رأيها وبتوافق انها تساعده علشان ما تخسرش المتابعين اللي بيتفرجوا عليها لكن بعدها بيكتشف كارت انها كدبت عليه وانها مش هتعلن عن القناة بتاعته على حسابها فبيتدايق وبيسيبهم وبيخرج من الحانة وبيروح يركب عربيته وبيكمل فيديو البس المباشر بتاعه وبيتكلم مع المتابعين وبتيجي اونو تركب معاه في العربية وبتتكلم معاه وبتطلب منه يوصلها عند عربية اكل مقابل انها تعلن عنه في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيها وبعدها بيوصلها كارت عند المكان اللي عايزة تروحه وبيصورها زي ما طلبت منه وبعدها بتركب اونو في العربية وبتديله فلوس وتطلب منه انه يشتري لها اكل وبيروح كارت يشتري اكل من العربية وفي نفس الوقت ده بتكون اونو في العربية وبتتصور وكمان بتاخد المسدس بتاع كارت وبتتصور به وبعدها بتاخد ازازة ميا من اللي موجودين في العربية وبتشرب منها ولما بيرجع كارت للعربية بيلاقيها فقدة الوعي وفي نفس الوقت ده بيوصل اتنين من رجالة الشرطة للمكان وبيشوفوا كارت وبيستغربوا من تصرفاته وبيروحوا يتكلموا معاه وبيشوفوا اونو هي فقدة الوعي وبيقولهم كارت انها حبيبته وانها نيمة بسبب انها شربت كمية كبيرة من الكحول وبيطلبوا منه انه يوريهم رخصة القيادة بتاعته وكمان بيطلبوا منه انه ينزل من العربية علشان يفتشوه وفي اللحزة ده بتفوق اونو وبتكون متوترة ومش في وعيها وبتمسك المسدس وبتضرب نار على الشرطة وبتقتله وبعدها بتنزل من العربية وبتهرب وبيروح الشرطة التانية وراها علشان يقبض عليها وكل الناس اللي في الشارع بيترعبوا من اللي حصل وبيركب كارت عربيته وبيهرب من المكان وبيمشي في طريق عكسي وبيعرض حياته للخطر وبتبدأ الشرطة اطرده على الطريق والمتابعين بيتفعلوا معاه اكتر بسبب التصرفات المجنونة اللي بيعملها وبيفرح كارت لان عددهم بيزيد اكتر وبيحاول انه يهرب من الشرطة وبيفضل يهرب على الطريق لحد ما بيوصل عند ما كان فيه مجموعة من المشردين وبيخبط الخيمة بتاعتهم بالعربية وبيحس ان ما فيش حد يقدر يمنعه من اللي هو بيعمله وبعدها بيعمل حدثة والعربية بتتقلب بيه وفي نفس الوقت ده بتكون جيسي في العرض الخاص بيها وبتتكلم مع الجمهور اللي كلهم متابعينها على مواقع التواصل الاجتماعي وبيوصل كارت للعرض وبيكون المتابعين بتوعه مستغربين هو ازاي خرج من العربية بعد ما عمل حدثة وبيكون معه مسدس علشان يقتل بيه جيسي ويقدم للمتابعين شيء مختلف وكمان علشان يتشهر ويبقى معروف لان العرض بيتصور في فيديو بس مباشر وبيشوفه عدد كبير جدا من الناس وبتتكلم جيسي مع الجمهور عن ماريو اللي قابلته الصبح في العربية اللي كانت بتوصلها وبتحكي له منه كان بيضايقها وبتسخر منه ومن التصرفات اللي كان بيعملها وكمان بتتكلم عن كارت اللي طلب منها انها تعلن عنه على الحساب عندها وبتقول ان هي كمان عملت كده في يوم من الايام وبتحكي للجمهور ان الشهرة بتأثر على الانسان لانه طول الوقت بيكون تحت المرأبة وحكم الاخرين عليه وان الانسان مش بيظهر قدام الناس على حياته وانه كلهم بيغدعوا نفسهم وبتعرف الجمهور انها قررت تختفي من كل مواقع التواصل الاجتماعي وكمان بتكسر التليفون بتاعها قدامهم وساعتها كارت بيقرر انه مش هيقتلها وبيهرب من المسرح وفي نفس الوقت ده بيعلن صاحب شركة سبري ان الخدمة وقفت بسبب ان فيه تحقيق بيحصل الفترة دي وبيطلب كارت عربية علشان توصله من شركة تانية وبتوصل العربية للمكان وبيركب كارت مع السواء وبيكون لسه بيصور البس المباشر والمتابعين بيتفعلوا معاه وبيكتبوا لي تعليقات كتير وبيكون عددهم وصل لحوالي 30 ألف شخص وفي نفس الوقت ده بتكون جيسي في الحانة وبيتكلم صديقها معاها وبيقول لها ان عدد المتابعين هيزيدوا اكتر بعد اللي هي قالته في العرض وبعدها بتطلب جيسي عربية علشان توصلها البيت ولما بتركب العربية بيكون السواء هو كارت لكن هي مش بتاخد بالها منه وبنعرف ان كارت سرق العربية من السواء بعد ما ركب معاه وقتله وبيتكلم كارت مع جيسي وبيعرفها انه حضر العرض بتاعها وعجبه جدا وبيقول لها انه سعيد لانها ما شربتش من إزازة المية المرة اللي فاتت وساعتها جيسي بتاخد بالها منه وبتعرف ان ده السواء اللي ركبت معاه العربية الصبح وبيقول لها كارت ان الكلام اللي قالته على المسرح كان موجود في عقله لكن ما كانش بيفكر فيه وان العرض بتاعها كان ملهم وبتلاحظ جيسي انه ماشي من طريق مختلف عكس طريقها وساعتها بتقلق منه وبتطلب منه انه يوقف العربية وينزلها على الطريق لكن كارت بيرفض وبيفضل يتكلم معاها وبيقول لها كلام غريب وساعتها جيسي بتتوتر وبتخاف منه وبتهجم عليه وبتخنقه بسلك الشاحن وبتحاول تقتله علشان ترقز نفسها لكن كارت بيقدر يفك نفسه وبيهجم عليها وبيضربها لحد ما بتفقد الوعي وبعدها بيروح عند البيت بتاعه وبيخرجها من العربية وبيتكلم مع المتابعين بتوعه وبيسألهم عن اللي مفروض يعملوا مع جيسي وعدد كبير منهم بيطلبوا منه انه يقتلها ولما بيروح كارت علشان يقتلها بيلاقيها اختفت من المكان وبينزل من العربية وبيروح يدور عليها وفي نفس الوقت ده بترجع جيسي للعربية وبتجري وراه وبتبدأ تجري ورا كارت وبتحاول تقتله وبيحاول انه يهرب منها وبتروح وراه وبتخبط بالعربية في البيت وبيهجم كارت عليها وبيضربها وبيحاول يقتلها لكن بتضربه ضربة قوية وبعدها بيختفي وبتاخد جيسي التليفون بتاعه وبتتكلم مع المتابعين في البس المباشر وبتطلب منهم يبلغوا الشرطة وفجأة بيظهر ابو كارت وبيكون في حالة غريبة وبيشوف جسد مراته وبيكون كارت هو اللي قتلها وفي اللحظة دي بياخد كارت المسدس من العربية وبيضرب نر على ابوه وبيقتله وبتحاول جيسي انها تهرب قبل ما يقتله هيا كمان وبيصوب كارت المسدس نحيتها علشان يقتلها لكن بيكون فاضي وبتخبطوا جيسي بالعربية وبتحاول تقتله وكل ده بيكون المتابعين بيتفرجوا على اللي بيحصل وبيشجعوا جيسي وبيكتبوا لها تعليقات انها تروح تتأكد ان كارت مات ولما بيتقرب منه بتلاقي لسه عايش وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيموت وبعدها بتتصور معاه وبتنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد فترة بتتشهر جيسي اكتر وكمان كارت بيبقى معروف ومشهور جدا وبيتحقق حلمه لكن بعد ما مات وخسر حياته في سبيل انه يحقق حلم مزيف وانتهى فيلمنا ويا رب يكون عجبكم